السلام عليكم معكم مهدي عواض أخي الصائف تغذية اليوم نريد أهمية اللمجة أو الكولاسيون وهي الوجبة التي تكون بين وجبتين رئيسيتين ستضيع بين الفطور والغضاء أو للغضاء والعشاء هذه الوجبة تتعاون لدينا نسبة السكر في الدم متوازنة والذي يساعدنا لدينا وزن متوازن وتتعاون لدينا الطاقة بين هذه الوجبات الأساسية وكتعاوننا كذلك كي نستفيد من المواد التي كانت في اللمجة بطريقة أحسن يعني الفيتامينات والمواد المعدنية إلى آخرين بين اللمجة التي نستطيع أن نتناولها مثلا سنأخذ فاكهة أولا نأخذ آيابوخت أولا نستطيع أن نأخذ الفواكه المجفافة يعني الزبيب أو التمر أو اللوز أو القرقاء هذا سيساعدنا لكي يبقى لدينا طاقة طيلة اليوم ويساعدنا كذلك بمثل النساء الحوامل لأنها لا تأتي لديك الصغفة بين الوجبات شكرا لكم على تتابعكم وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله